موسيقى توصلت مجموعة استفسارات والشكايات وكذلك القلق مغاربة العالم فيما يخص القضية الموعد أو الرنديفو أو أفسبرك عن طريق الإنترنت لقضاء المآرب القنصلية لكن تم مشكلة أن وزارة الخارجية تطور العمل للقنصليات يولي هذا العمل في متناول الجميع لكن النقطة التي هي مهمة هو أن كان تخوف من تشريب المعلومات التي تدخلها تلك القاتل في تلك الدولة لكي أن يمكن إحدث موعد لأن تحديد موعد في القنصلية لا يتمش في تلك الطريقة السهلة التي تظن في الأول أن تدخل موعد لكن يجب تحدث حساب في تلك الموقع موعد 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 عن طريق الحساب يمكن أن تدخل الموعد مع القنصلية وفي الحساب كان مجموعة كبيرة من المعلومات التي تدخل هاتم ومعلومات شخصية وخاصة لا أعرف أنها هذه وزارة الخارجية عندما تدير هذه المشاريع لأنها لديها حقيبة مغاربة العالم لا تستشرت مع جمعيات المجتمع المدني الجادة لا تنقوش المريقية الجادة من جمعيات الصهارات القنصلية والتحدث معهم حول المشروع وكيف وما هو العمال في ذلك المعلومات التي تدخل في ذلك السيستيم ووجد ذلك المعلومات أن هناك أياد آمنة لأن أشكرا لنا أن يقع هجوم إلكتروني على الموقع وزارة الخارجية والقنصوليات وأن المعلومات التي في المتناول الناس غرباء عن الخارجية أو ما يقال لنا شيء موظف بالقنصولية أو الخارجية أو الصفارة يبيع المؤسسات من المؤسسات في الدول الإقامة التي تتبحت عن الممتلكات المغاربة العالم في المغرب لأن المعلومات الشخصية وهذه الوطنية التي تحفظ على المعلومات الشخصية لا تدخل ولا تدخل ولا تدخل ولا تدخل معها وزارة الخارجية في هذا الموضوع إذن مغاربة العالم غير مطمئنين و لا يمكن أن نقول بأن مجموعة كبيرة لا تستعمل دكة النظام الموعد عن طريق الإنترنت لهذه الأسباب هذه فنطالب السيد ناصر بوريتا وزير الشؤول الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن يعيد النظر في قضية تحديد الموعد عن طريق الإنترنت التحديد الموعد لا يتطلب إعطاء أو إدخال معلومات شخصية عن الشخص الذي يريد تحديد هذا الموعد دعنا من الجيل الأول التي يعرف شيء على الإنترنت لأنهم لا يمكن إدخال المعلومات وإنشاء حساب في هذا الموقع هذا إذن نريد أن تقوم وزارة الخارجية والقناصلة والصفراء بطمأنة مغاربة العالم ف الإجراء فهو إجراء كما قلت من أجل سهيل الأمور ولكن سيقول إجراء خطير والتي يمكن تسبب في تسريب المعلومات الشخصية للسيد أو السيدة التي تدر الموعد ترجمة نانسي قنقر موسيقى